المشروع الحيوي لنقل مياه التحلية من ولاية صحار إلى محافظة الظاهرة وموفره هذا المشروع من كميات لازمة من المياه للمخططات السكنية والصناعية مشروع طرح على طاولة اجتماع المجلس البلدي بمحافظة الظاهرة من خلال استماعه لخطة الشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي لتوسعة شبكات المياه القائمة ومشاريعها المستقبلية في ولايات وقرى محافظة الظاهرة شركة على دراسة الآن لطرح عدد من المناقصات والمشاريع لتضمين الكرى والمناطق الغير مشمولة في شبكات المياه ونمثل في مشروعين أساسيين وهما مشروع تنفيذ شبكات المياه بولاية عبري وينقل وضنك بحيث تعطي كافة القرى في المحافظة حتى عام 2045 واستعرض المجلس في اجتماعه الثاني لهذا العام بعض التصاميم المبدئية لعدد من المشاريع المستقبلية في المحافظة في القطاع السياحي والبنى التحتية والنواحي التجميلية للمدن بحضور ممثلين من الشركة الاستشارية لهذه المشاريع طلع المجلس البلدي على التصاميم المبدئية لبعض المشاريع في محافظة الظاهرة وأبدأ ملاحظاته عليها ومن أهمها ضرورة تضمين مبادئ أنسنة المدن فيها كما اطلع المجلس على عرض مرئي تضمن تقريرا مفصلا على الموقف التنفيذي لمشاريع برامج تنمية المحافظات الجاري تنفيذها ونسب الإنجاز فيها كمشاريع رصف وصيانة الطرق الداخلية وإنشاء قنوات خرسانية على الطرقات لتصريف مياه الأمطار وتركيب أعمدة إنارة موفرة للطاقة وإنشاء خرسانات الحماية من الأودية لمزارع المواطنين الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتلبية الاحتياجات الضرورية يعد من الأهداف الأولوية للمجالس البلدية من محافظة الظاهرة سالم بن هلال الشغيلي